وخلال مشاركته في الجلسة السالسة والختامية لقمة مجموعة العشرين أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الحاجة الملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية والتي باتت تتخذ أبعادا خطيرة نتيجة ارتفاع أعباء خدمة الدينة وهو الأمر الذي تطلب سرعة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلع أزمة ديون عالمية في هذا الإطار أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ضرورة أن يقتضي الالتزام بأجندة التنمية المستدامة تطوير نظام التمويل الدولي عبر تعظيم قدرتها على الإقراض ولسيما توفير التمويل الميسر مع ضمان ألا يكون التمويل المناخي على حساب التمويل التنموي